أهلاً وسهلاً بكم في هذا الدرس رح نتحدث عن الباليمورفزم أو التعدد الأشكال في البرمجة الكائنية التوجه رح نطيك مثال في حياتنا عن الباليمورفزم أو التعدد الأشكال هنا عندي حسن هذا الشخص اسمه حسن وحسن قبل ما يكون أي شيء هو شخص يعني person عندما حسن يكون متواجد في البيت هو زوج لزوجته وأب لأطفاله يعني الشكل والفورم لحسن في البيت هذا الفورم هو أب والزوج وأيضاً حسن هو موظف في شركة معينة عندما يذهب إلى الشركة ويكون متواجد في تلك الشركة الشكل مالتا موظف يعني كموظف عنده وظائف معينة اللي لازم يعملها في تلك الشركة فالشكل أو الفورم لحسن في البيت يختلف عن الفورم مالتا في الشركة اللي يشتغل بها لأن الوظائف اللي عنده في البيت تختلف عن وظائف اللي عنده في الشركة فحسن في الشركة هو موظف وفي البيت هو زوج وأب هذه يعني تعدد الأشكال الشخص هو نفس الشخص ولكن حسب المكان اللي يكون بيه الفورم أو الشكل مالتا رح تختلف عندما يكون في الشركة هو موظف وعندما يكون في البيت هو زوج وأب وأيضا حسن يدرس في الجامعة يعني هو طالب جامعي فعندما يذهب إلى الجامعة الشكل مالتا رح يكون على شكل طالب وأيضا يدرس أونلاين يعني هو تيتشر يدرس اللغة الإنجليزية أونلاين فعندما يفتح اللابتوب مالتا أو الحاسبة مالتا ويتواصل مع طلابه فهو رح يكون على شكل تيتشر أو المعلم فحسن هو نفس الشخص ولكن حسب المكان اللي يكون بيه الوظائف مالتا راح تختلف أو بعبارة أخرى الفورم أو الشكل مالتا راح تختلف هنا هو زوج وأب هنا هو تيتشر هنا في الشركة هو موظف وإهنا في الجامعة هو طالب جامعي فعرفنا شنو هي التعدد الأشكال يعني كل إنسان اللي عايش على هذه الكرة الأرضية هو عنده تعدد الأشكال فببساطة شديدة هذه هي التعدد الأشكال نجي إلى الفيجول استوديو كود ونطبق مثال عملي على هذا الشيء في السلايدي السابق تحدثنا عن البوليمورفزم في حياتنا وهنا راح نطبق مثال عملي على البوليمورفزم أو تعدد الأشكال عندنا هنا الكلاسات اللي عملناها في الدروس السابقة وعندي هنا بالأخير الأبجيكت اللي عملناه في الدرس السابق أمسح هذا الكونسول لغ ما نحتاجه هنا وأيضاً هذا وأيضاً هذا عندي student وteacher وemployee راح أسميهم كلهم حسن على مود نطبق الفكرة يعني حسن هو student وأيضاً teacher وأيضاً employee أو الموظف هنا راح أعمل new array conost people من نوع array من الperson يساوي new array شوف هنا سويت variable جديد وسميته people من نوع array من الperson يعني فقط يقبل object أو نموذج من الperson الperson منه هذا خلينا نصعد هذا person الclass اللي عدنا اللي هو class app لكل الclassات فهنا في هذا الarray لو أكتب new person لاحظ يقبل يريد مني الfirst name أكتب عليه وأعطيه last name لاحظ قبل يعني يقبل فقط person أمسح هذا راح أمطيه student شوف هذا الestudent قبل الestudent ليش قبل الestudent؟ لأن الestudent هو أيضاً من نوع person خلينا نصعد ونشوف شوف هذا student هو يارث من الperson لأن يارث من الperson أيضاً يعتبر من نوع person هذا مهم جداً في هذا الarray اللي عندي هنا اللي يقبل فقط person يعني النموذج من الperson إذا أعطيه subclasses لperson أو child لperson راح يقبل يعني أقدر أعطيه teacher والemployee أيضاً فأعطيه teacher لاحظ والemployee يقبل لأن teacher هو أيضاً من نوع person ليش من نوع person؟ لأن دي يارث من الperson وكذلك الemployee فأي class يارث من class آخر راح يعتبر من نوع ذلك الclass مثل هنا لو أعمل هنا class جديد class car وأخلي نموذج من الcar في هذا الarray أكتب new car هذا نموذج من الcar ينطيني error ما يقبل لأن الcar مو من نوع person لو أكتب هنا car extends person هسه راح يقبل يريد مني first name والlast name أنطيه a والlast name أنطيه b شوف قبل لأن الcar عمل extend لperson فرح يعتبر من نوع person ولكن إذا ما يعمل extend ما راح يقبل الcar لأن الcar بعد مو من نوع person أمسح هذا وهذا class فعرفنا كل class اللي يرث من class آخر يعتبر من نوع ذلك class يعني student قبل ما يكون student هو person يعني قبل ما يكون طالب هو شخص وكذلك teacher والemployee ببساطة شديدة هذه هي polymorphism أو تعدد الأشكال يعني الشخص يقدر يكون طالب يقدر يكون teacher يقدر يكون employee يقدر يكون engineer أو أي شيء آخر بنفس الوقت حسب الكلاس اللي هو بي راح يختلف الوظيفة مالتا أو راح يختلف الشكل مالتا أكتب أكتب for let person of people يعني راح أعمل loop على هذا الاري people array وأكتب console log person dot full name يعني راح أعمل loop على هذا الاري وفي كل loop راح ينطيني شنو الفول name يعني أول شي راح ينطيني الفول name ل student بعدين ل teacher وبعدين employee خلنشوف أفتح التيرمينال type script compiler node disk index dot js لاحظ هو عمل loop على الpeople array والpeople array فقط يقبل النوع person يعني كلهم هنا person في اللوب الأولية الperson كان student لاحظ هنا student حسن حسوني في اللوب الثانية الperson كان teacher شوف teacher حسن حسوني وفي اللوب الثالث الperson أصبح employee لاحظ employee حسن حسوني فكل مرة الشكل المال راح يختلف في مرة الأولى هو student هذا الشخص الperson مرة الثانية teacher ومرة الثالث employee هذه هي polymorphism تعدد الأشكال الperson يقدر يكون student وteacher وemployee هو بالأصل person ولكن الشكل أو form مالتا حسب الclass راح يختلف الperson حسن في class student هو student طالب في class teacher هو teacher معلم وفي class employee هو employee موظف نفس person بس الشكل يختلف حسب الclass حسب المكان فهذه الفكرة كانت من هذا الدرس شكرا جزيلا لكم وأشوفكم في الدرس القادم موظف